لنقاش كل هذه التطورات الإنسانية السياسية والتحركات الأممية كذلك أرحب بضيفي من رمالة الكاتب والباحث السياسية سيد أشرف العكا من لندن عضو حزب المحافظين السيد باباك أماميان أهلا بكم ضيفي أبدأ معك بداية سيد باباك كيف تنظر اليوم إلى ما يقوم به الجانب الأوروبي قادة الانتحاد الأوروبي يدعونا إلى فتح ممرات آمنة وإعلان هدى مؤقتة لإدخال المساعدات إلى غزة ما هي فرص تمرير هذه الصيغة برأيك مع كل هذا الفشل حتى الآن في تمرير ولو قرار واحد لهدنة إنسانية مؤقتة شكرا جزيلا لهذا السؤال سبب فعل هذا قبل طبعا أقول لماذا سينجحون أم لا هناك شيئا هم لا يريدون أن تتساعد الحرب لأن أي تصعيد سيؤدي إلى لاجئين أكثر يذهبون إلى أوروبا إذن هذه هي الأولوية بالنسبة للأوروبيين يريدون أن يوقفوا أو يقللوا عدد اللاجئين الذين سيذهبون إلى أوروبا هذا هو السبب أما فيما يخص المفاوضات فهناك جانبان هناك طبعا العديد من اللاعبين ولكن هناك جانبان من جانب هم الإيرانيون والإيرانيون يعتقدون بأنهم يمكن أن يدوموا في حرب طويلة الإيرانيون ليس لديهم أموال النظام الإيراني ليس لديه الأموال ولكنهم يعتقدون أن الصينيين والروس سيمولون حربا طويلة ويمكن أن يستمروا في حرب مع إسرائيل هذه هي عقليتهم أنا لا أقول بأنهم مصيبون في ذلك ومن جانب آخر هناك الإسرائيليون الذين أيضا لا يمكن أن يظهروا ضعفاء فطبعا حدثت انتكاسة كبيرة لهم فيما يخص الأمن في السابع من أكتوبر إذن هم لا يريدون أن يبدو ضعفاء فهذا سيكون انتحارا سياسيا لأي سياسي في إسرائيل حين يبدو ضعيفا إذن هناك هذان الجانبان كيف يمكن جمع هذين الطرفين الأمر صعب جدا ما لم تكن هناك قوة خارجية مثل الصينيين والروس ليضغطوا على إيران وأيضا الغرب ليقنع الإسرائيليين بأنه ينبغي أن يكون هناك حل طيفية من رمال الله سيد العكا كيف تنظر إلى هذه النقطة والتركيز الأوروبي أن إيران بإمكانها أن تحل العقدة أن تساهم في إتمام مسألة إطلاق المحتجزين داخل قطاع غزة وربما عمل مفاوضات ما الآن يتم الحديث عنها لإخراج قادة حماس من داخل القطاع ووقف جولة التصعيد هذا أولا الموقف الأوروبي هو شبيه بالموقف الأمريكي ويتماهى معه بالمطلق ومنسجم معه وهو يتبع الموقف الأمريكي ونحن نعلم أن الموقف الأمريكي هو موقف منحاز موقف لا يقف عند حدود المشكلة ولا يكون بالضرورة متوازن في حل هذه الأزمة الكل يعلم أن هذه الإشكالية يجب حلها في إطار قرارات الشرعية الدولية ووقف إطلاق نار أولا ومن ثم ممرات إنسانية ومن ثم البحث في مسار سياسي أما عملية الانتقام التي يراد من خلالها الآن عبر تفويل دولي بالمجلس الأمن والتحرك السياسي والديبلوماسي والغطاء الأوروبي الأمريكي للولايات المتحدة بعد البيان السوداسي هذا دليل على أنهم لا يريدون حلا لا إنسانيا ولا حلا للأزمة يعني المطلوب الآن هو التضحية بقطاع غزة ومن ثم نذهب في الحلول الأخرى هذه الإشكالية ودعينا أقول أن موقف الاتحاد الأوروبي عاجز عن اتخاذ مواقف سياسية مشتركة لأن هناك تبايونات في داخل الموقف الأوروبي تبعا الإنقسامات في الأحزاب والقوى السياسية هناك النخب والنخب اليسارية التي الآن تعيش أزمات أوروبا الداخلية وخوف انتقال هذا السراع إلى أوروبا أضف إلى ذلك يعني الحرب الطويلة الآن في أوكرانيا التي تدور عمليا على أرض أوروبا والعداء لروسيا هذه إشكاليتهم الحقيقية أضف إلى ذلك يعني اليمين واليمين المتشدد في أوروبا الذي كان متهما دائما بالعداء يعني بمعادات السامية الآن يريد أن يثبت نفسه أنه يدعم إسرائيل ويدعم الولايات المتحدة والمسألة الفلسطينية لم تعد تعني المجتمع الأوروبي رغم الإنقسام في داخل المجتمعات الأوروبية ما يعكس نفسه على هذه المواقف المتباينة يعني في مؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسها لأن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يعكس رأي غلبية المجتمعات والشعوب الأوروبية والقوى السياسية التي تحكم الدول ولكن المفوضية ومجلس أوروبا عمليا يأخذ قرارات بناء على اعتبارات سياسية حاكمة مرتبطة ومرتهنة عمليا بالمواقف الأمريكية ما يحتاج الآن العالم مقاربة مختلفة تطبيق قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي هذا لا يحتاج إلى نقاش ولا جدل لأن ما يجري الآن هو عملية تهميش وإفشال كل الآليات الدولية وإفشال المنظمة التي ترعى والحاضنة لكل المجتمع الدولي الآن العالم الآن بمؤسساته ينهار أمام هذه الأزمة وأمام تلك الجريمة المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيد أماميان كيف ترد على ذلك بحسب ضيفي سيد العكة الآن اليمين المتطرف في أوروبا يبدو أنه وجد في تصعيد قطاع غزة فرصة للتنصل من كل الاتهامات القديمة بمعادات السامية إلى أي درجة الآن يبدو أن ما يحدث داخل قطاع غزة يتم نقاش كل شيء فيه في هذه الاجتماعات دون الخروج بآلية حقيقية توقف ما يحدث داخل قطاع غزة فقط لأتبع ما قاله ضيفك السيد العكة نعم أتفق معه على بعض النقاط ولكن لننظر إلى ما يحدث على الأرض فهناك اللاعب الأكبر هم الإسرائيليون ما يحاولون أن يوقفوا هو أن حماس لا يمكن أن تحمي مثلا سكان غزة أو تحكمهم هذا ما يريدون قوله بأن حماس لا يستطيعون حمايتهم أو مساعدتهم إذن ولن يكونوا في السلطة نتيجة لذلك والإسرائيليون يقولون بأن النظام الإيراني لا يمكن أن يساعد شعب غزة ولا يمكن أن يحميهم أيضا فيمكن أن يتحدثوا ويقدموا عودا ولكن فقط كلمات وكلمات الإسرائيليون هذا ما يحاولون فعله لإقناع سكان غزة بأنه لا حماس ولا غزة ولا إيران يمكن أن يساعدوهم هذا أولا أما من الجانب الأوروبي فيريدون أن يقولوا لسكان غزة بأنهم ليسوا لوحدهم الأوروبيون يريدون مساعدتهم لا ينبغي أن يظنوا بأن إيران هي صديقهم الوحيد فهم لهم أصدقاء في دول أخرى وأوروبا تفهم مشكلتهم وتساعدتهم أمام يعني كيف يمكن إثبات إخلاص النواية الأوروبية هذه بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة إن كان الجانب الأوروبي ما زال يتحدث عن أنه سيبحث مسألة تسريع واتيرة إدخال المساعدات ولا حديث حتى الآن عن بحث وقف إطلاق النار شكرا لهذا السؤال ما قلته من قبل هو أنهم يحاولون إقناع الإسرائيليين ليسمحوا لتلك المساعدات الإنسانية أن تدخل إلى غزة وهم يقولون من جانب آخر فلهذا نحن إلى جانبكم نحن نحاول إقناع سكان غزة بأنهم ليسوا لوحدهم وإلا فإن إيران ستلعب دور الصديق لهم ثم يمكن أن تملي عليهم ما تريد أن يفعلوها هم لا يريدون لسكان غزة أن يصبحوا وكلاء لإيران سيد أشرف الآن يبدو أن هناك اشتباك في التوصيفات وهو ما يعرقل أي استفافات لمصلحة الغزيين الآن حماس تقدم نفسها بأنها هي قطاع غزة هي القضية الفلسطينية هل يمكن القول الآن أن هذا الوصف هذا الارتماء الكامل في الحضن الإيراني إن صحى التعبير والقول الآن أصبح ليس لمصلحة الغزيين بل يعرقل أي استفافات يمكن أن تدفع بحلول يمكن أن تعجل من إدخال المساعدات وربما حتى إقرار وقف إطلاق النار أولا الدعاية السياسية في هذه الحرب تأخذ منحنة وسردية غريبة عجيبة لا حماس تقول أنها تمثل كل قطع غزة ولا الشعب الفلسطيني يقول أن غزة كلها حماس الموضوع ليس هكذا الموضوع أن هناك صراعا مع هذا الاحتلال هذا الصراع يجب أن يأخذ طابع الحل هذا الطابع يجب أن يكون في إطار رؤية عالمية شاملة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأن ما جرى في قطع غزة نتيجة للحصار والدمار والسياسات الغربية الأمريكية الإسرائيلية العنصرية التي لم تراكم حلا عادلا للشعب الفلسطيني على مدى عقود من الزمن هذا هو التوصيف الحقيقي وبفعل هذه الحرب إسرائيل تمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون اكتراف المدنيين هذا لا يمكن أن يحدث هذا لا يمكن بالطبيعة وبالمنطق هناك حروب كمان أحكي لك شغلي وبشكل واضح في ستينيات الكرن الماضي في الحرب الثلاثة وخمسين كنت أحضر بفيلم لاحظنا أن الغرب بخطاباته المشكلة ليس مع الشعب المصري مع جمال عبد الناصر وفي التسعينيات الكرن الماضي المشكلة ليس مع العراقيين مع صدام حسين والآن المشكلة ليس مع الفلسطينيين مع أبو مازي المشكلة مع حماس هذا توصيفات وهذا العدائية طيب أبعد من ذلك أبعد من ذلك الآن ما يقال أنه يدور في النقاشات السياسية الغربية إيجاد صيغة ما عبر إيران لإقناع عناصر حماس لإقناع من هم يتواجدون من قادتها داخل قطاع غزة بالخروج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل القطاع هل يمكن أن يكون في ذلك مخرج ما أم أنها قد تكون حتى يعني رؤية بلا منطق وفق ما يحدث على الأرض يعني رؤية بلا منطق وفق ما يحدث على الأرض وأشكرك على العبارة إضافة لذلك لا يمكن أن يحدث ذلك وهذا شكل من أشكال التسريبات والدعاية الإسرائيلية من أجل ضرب الجبهة الداخلية وضرب قيادة المقاومة الآن التي تكون معركة وجودية معركة من أجل كرامة الشعب الفلسطيني وانتصاره على هذا الاحتلال هذه المعركة الآن وبالتالي على العالم وعلى المنطقة وعندما تجد المقاربات في المنطقة ضد هذا التوصيف الغربي علينا أن ندرك تماما أن المنطقة تعي تماما يجب حل هذا الصراع يجب حل القضية الفلسطينية يجب أولا وقف إطلاق النار للبحث في كل المسارات أما تحت التهديد والوعيد والإبادة والتدمير وإعدام قطاع غزة بهذه الطريقة لا يمكن الحديث عن شيء الإسرائيل والولايات المتحدة والغرب يريد بالضرورة أن تتخلى المنطقة والعالم عن حركة حماس وعن قطاع غزة وإبادة القطاع وتفوض إسرائيل بذلك هذا ما يجري الآن هذا هو التوصيف الحقيقي لا يبحثون عن حل أنا بتقديري وقف إطلاق النار لوحده يستطيع أن يأتي بالحقوق والمطالب لكل الأطراف سعيدة يتم تحييد حماس بالمعنى السياسي وبالمعنى الواقعي فتح أفق للتسري يجعل الشعب الفلسطين يدهب إلى مصار أخر يقال أن حركة حماس تكرس لواقع سياسي قادم لها يتخطى حتى السلطة في رمالله إذا ما فرضت عليها هذه المعركة وعبرت عن نضالات الشعب الفلسطيني وطموحات الشعب الفلسطيني ودعيني أقول وبعيدا عن المجاملات يعني سواء نتفق مع هذا الأسلوب أو لا نتفق وأنا أتفق مع برنامج منظمة التحريب المعنى الشخصي ولكن بالمعنى المنطقي الشعب الفلسطيني يريد الإنعتاق من هذا الاحتلال عبر الكفاح المسلح وعبر أرقى أشكال النضال التي كافلتها له الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني الآن في غالبيته نعمل استطلاع للرأي ونسأل الشعب الفلسطيني فردا فردا يريد أن يخلص من هذا الاحتلال بأي طريقة كانت وعبر مسار التسوية وإحباط الناس وإحباط القيادة الفلسطينية وإفشال كل الجهود لدعم عمليات السلام آخرها شرم الشيخ والعقبة لوقف إجرام المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وحرق البيوت والأطفال الشعب الفلسطيني سيأخذ إمام المبادرة لأنه يريد الإنعتاق والتحرر والوصول إلى دولة كاملة السيادة وبالتالي سيذهب وراء حماس وأبشع من حماس بين مزدوجين إذا لم يعطينا العالم الحلول لأن التهديد بالتهجير والحصار وفقدان الأمل بالمستقبل ما يدفع الناس للبحث عن سبيل وعن خلاص دعيني أقول لك شيئا لا يتم الحديث عنه بالإعلام أبناءنا أبناءنا الذين لم يعيشوا تجارب الحركة الوطنية الفلسطينية والثورة تعالوا اسمعوهم شو بيحكوا بدهم يثوروا على هذا الواقع عندما يروا هذا الدم وهذه الجرائم لا نستطيع أن نهدئ من روعهم وكيف نكون لهم آباءهم نعم سيد الشر ونؤمن حياتهم يبطلوا يخافوا بالمستقبل ويشوفوا القتل والدمار هذا الذي يجب أن يقرأ هذا العالم الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم إلا بعين إسرائيل والولايات المتحدة علي أن يفهم أن هناك جيلا فلسطينيا يريد الحرية والاستقلال ويريد أن ينطلق هذه المقاربات وهذه اللغة السياسية والديماجوجيا لا تفيدهم لا تفيد الأجيال جميعا في المستقبل حتى إسرائيل يضرد أن تعيش بأمن وسلام عليها أن تسلم بحقوق الشعب الفلسطيني سيد أماميان التسريبات الأوروبية تقول الآن أن إسرائيل ستنظر إدخال الوقود حال إطلاق المحتجزين من داخل قطاع غزة يعني هذا الطرح ولو هو من أسوأ الطروح الآن ربط المرسائل الإنسانية بمساومات سياسية معقدة ولكن هل توجد فرص حقيقية لتمريره وعبر أي وساطة من وجهة النظر الأوروبية الأوروبيين يمكن أن يقولوا شيء ولكن كما قلت اللاعبون الأساسيون هم إيران لأن إيران هي التي نشطت الإرهاب في المنطقة والآن أنا لا أود أن أتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن أود أن أقول بأن إيران لا تكترث بالفلسطينيين النظام الإيراني يكترث فقط ببقائه ووجوده وهم يعتبرون إدارة بايدن ضعيفة ويعتبرون إدارة بايدن فرصة للحصول على الكثير من التنازلات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه ربما لن يكون بايدن رئيسا وربما حتى لن يكون رئيسا بعد ستة أشهر بسبب هذه الحرب إذن هم يعتبرون هذه فرصة للحصول على تنازلات وتنازلات يطلبونها من القنوات الخلفية لأن يسمح لهم ببيع النفط إلى الصين من دون أي قيود ومعظم الأموال التي ستحرر أموالهم المجمدة ستحرر وإذا نظرنا إلى ذلك فهذا كان قد حدث كل ما يريدون طبعا تأمينه هو أن يحصلوا على كثير من الأشياء قبل مغادرة بايدن وكما قلت هذه فرصة للحصول على الكثير من التنازلات هم لا يكترثون بسكان غزة ولا يكترثون حتى بالشعب الإيراني هم يكترثون فقط بوجود النظام الإيراني يعني في دقيقة فقط سيد أماميان عندما يقول الأوروبيون اليوم عبر قادتهم سنبحث مسألة تسريع إيصال المساعدات والوقت الآن هو أغلى ما يملكه أهل القطاع هنا يتساءل البعض عن مدى ما كان يمكن أن يحدث لو كان هذا التصعيد مستمرا في مستوطنات غلاف غزة هل كان سيكون بذات الوتيرة المتأنية قبل كل شيء هم يريدون أن يعطوا أملا لسكان غزة بأن هناك أشخاص يكترثون لهم وهذا مهم جدا الأمر الثاني هو أنهم يأملون بأنهم يمكن أن يقنعوا الحكومة الإسرائيلية بأن تقدم تنازلات على هذا المستوى وأيضا للضغط على لاعبين آخرين وليضغطوا على إيران حتى يتبقى إيران فقط في حدودها يعني ونعود للمساومات السياسية المعقدة على حساب الأوضاع الإنسانية المتردية على كل حال شكرا جزيلا لكم ضيفي من لندن عضو حزب المحافظين سيد باباك أماميان وأيضا لضيفي من رمالة الكاتب والباحث السياسية سيد أشرف العكة على كل هذه الإضحات